مرحب بكم مشاهدي الأكارم من جديد دائما مع برنامج الظاهرة الذي أتيكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية وفي ملفنا الثاني نخصصها الملف الفلاحي نخصص الحديث عن واقع الاستثمار الفلاحي بمختلف الشعب بولاية سيدي بالعباس نتحدث عن الإجراءات المتعلقة بدعم وتعزيز كافة الأجهزة من أجل مرافقة الفلاحي للتحسين من إنتاجهم ومن نشاطاتهم الفلاحية والحديث عن هذا الموضوع يلتحق بنا مباشرة من ولايتي وهران السيد العرج مروان رئيس قسم الفلاحات لاغ مديرية الفلاحة مسيدي بالعباس مرحبا بك سيدي مرحبا بك أخي شكرا لك على قابل داوة البرنامج نشكركم على هذه الدواء العفو إذن نتحدث عن واقع الاستثمار الفلاحي بمختلف الشعب بولاية سيدي بالعباس قبل أن نأتي إلى كل شعبة بشكل منفارد وإلى أين وصلت قضية الدعم والمرافقة لو تضعنا في البداية كسؤال كلاسيكي نتكلم عن الواقع الفلاحي هناك بولاية سيدي بالعباس وإلى أين وصلت مسألة ربما تطوير الفلاحة ودعمها على مستوى الولاية بسم الله الرحمن الرحيم أولا نشوفكم على هذه الدعوة ولاية سيدي بالعباس هي ولاية على غير الولايات الغربية ومعروفة بطبيعها الفلاحي المتنوع وطبيعة فلاحي إدابتي أو حيواني الدعم الفلاحي على مستوى مديريات مصالح فلاحية أنها كغيرار مديريات مصالح الأخرى أنها في مرافقة دائمة للفلاحين أو الموالين أو المستثمرين الفلاحيين على أرض الميدان ولاية سيدي بالعباس شهدت قطعة في الأوينة الأخيرة يعني خمس سنوات أو ستنوات الأخيرة قفزة نوعية في مجال الإنتاج النباتي في الحبوب أو على غير كل الشعب أو في المجال أيضا الإنتاج النباتي على غير إنتاج الحليب أو إنتاج اللحوم الحمراء أو البيضاء ولاية سيدي بالعباس يعني تواكب العصر أو تواكب الوقت بطريقة سريعة هناك استغلال لأراضي واسعة في مجال شعبة الأشجار المثمرة أو في شعبة الحبوب جميل جدا نعم قبل أن نواصل النقاش سيد مروان أدعوك وأدعو المشاهد الكريم لمتابعة هذا الروبرتاج للزميل سفيان مقنين بعد ذلك أنا في ذل شح الأمطار وتراجع معدلات التساقط في ولاية سيدي بالعباس صار لزاما على الفلاحين التوجه إلى اعتماد تقنيات جديدة لاقتصاد الماء حيث يتم رش المحاصيل وسقي الأشجار عبر أنابيب التقطير كما يفعل الفلاح زبلاح أحمد في بلدية زروالة عندي طروامي لزيتون 15 أكتر زيتون هنا نزيد زيت كل الرشاش والكوتاقوت زيت دعمتنا الدولة فيه ونننخدمه فيه زيت غلصنا الكوزة هذه كما استجراء ندلو لها الكوزة بالقطرة كما الكوزة ولا ما عندش كدلها ندلو لها الرشاش يستحفظها للماء كما نعطوها كما نقوله خمس سواء خمس سواء صحي شبعة ذلك وننتمشوا معها المصالح الفلاحية للولاية تحرص على توعية الفلاحين بضرورة استعمال هذه التقنيات لتوسيع المساحة المزروعة ورفع مردودية المحاصيل أي فلاح يقدمنا الميلة فتاعة بيدي هذا الدعم كما نقوله احنا اقتصاد الماء لإيقونومي دو احنا أي فلاح واحد يجينا سؤاله عندك الماء كي يكون عندها الماء صي عندها الحق بيدي الرشاش ويدي المطور بتاع البومبة البومبة مارجيليا عندها الضو ويدي بومبة عادية والحاسي الحاسي اللي عندها واحد قديم تبارك الله ما عندي يبغي يجيب هذه الدسيزيون التالية اللي يعطيها لم يطوها لسيد الوالي ثاني ندعموه ثم نعلاف دينار في الماتر لينير العمل الدؤوب المقترن باستعمال وسائل الري المستدامة سيمكن الفلاحة في ولاية سيد بالعباس من تجاوز اشكالية شح المياه عن طريق عقلنة طرق استعمالها نعم السيد العرج قبل نأتي لنتحدث عن هذه الاليات ودعم الفلاح فيما يتعلق بطريقة السقي واستعمال الطرق المتطورة للحفاظ عن الثروة المائية أيضا ولنجاعة هذه الطريقة في سقي المحاصيل لو نأتي لنتكلم عن شعبة الحبوب لأنها تعتبر كزراعات استراتيجية بالنسبة لكم على مستوى الولاية إلى أين وصلت هذه الزراعات وكيف تدعمون الفلاحي المشتغلين على مسألة ربما زراعة أو نعم زراعة المحاصيل فيما يتعلق بالقمح والصلب والليين ومختلف الحبوب التي تدخل كما قلنا فيما يسمى بالفلاحات الاستراتيجية أو المحاصيل الاستراتيجية نعم أخي زراعة الحبوب هي زراعة استراتيجية ورهي تلقى في الأعواب الأخيرة على وسوى وليت سيد بالعباس قاد دعم كبير من جانب الدولة في مجال السقي يعني بالرشاش أو السقي بالقوتاقوت للأشجار المثمرة أو للخضروات شعوبة الحبوب هي شعوبة يعني كما يعرف الجميع أنه في الثلاثة سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة نشاهده شوح أمطار شوح أمطار يعني نسبة الأمطار المتساقدة رهي نقصة بزاف وما تتناسبش يعني اللي تكون عندنا مردود أو إنتاج كبير في الحبوب في إنتاج الحبوب لهذا يعني رحنا للطريقة أخرى أنه السقي بالرشاش يعني باش يعني يعني الكمية المياه الجوفية تكون فيها حسن استغلال من طرف الفلاح يعني أو بالقوتاقوت يعني قطرة بطرة لهذا الشيء باش يكون عندنا أيضا منتوج جيد للحبوب هنا الدعم الدولة يعني رحى مستمر ومكتف خلال سنوات الماضية أو هذه السنة حيث سجلنا يعني في سنة 2021 دعم للفلاحين في مجال الرشاش يعني 1866 رشاش هذا مدعم للفلاحين بمساحة أكثر من 5500 هكتار مسقية في 2021 في 2022 يعني الملفات رأيت على قيد الدراسة وعلى كل مقاطعات الفلاحية على مستوى الولاية يعني هنا الفلاح كل الفلاح يمتلك بئر أو يريد حفر بئر عامر يعني يتقدم ملفه أو يطلبه على مستوى المقاطعات على المستوى المديرية ويتم دراسته ودراست الملف بشكل كامل على المستوى المديرية من طرف اللجنة المختصة وهو المشكلة يعني الملفة عادي أما بالنسبة للشعبات الأشجار المثمرة أو عندهم القوطة قوتي أيضا سيد العرج قبل أن نأتي إلى معوني سيد العرج قبل أن نأتي إلى مسألة الأشجار المثمرة فقط فيما يتعلق بالمحاصيل الزراعية فيما يتعلق بكما قلنا المحاصيل الاستراتيجية هل فيه مساحات تتوسع على مستوى الولاية وفيه مساحات أخرى تدخل حيز الاستغلال لأنه فيه دعم للفلاح وتوسيع مساحة المحاصيل أم أنه فيه يعني ربما انحصار كما قلت لأسباب التي نعرفها جميعا فيما يتعلق بالأسباب البيئية على كل حال لا المساحة المسقية يعني هي في توسع المساحة المسقية هي في توسع نعطيك يعني يعني برابور للاني باسي العام اللي فات العام اللي فات لكومبان دميلة دوبالفاتية كانت عدنا 6500 هكتار مسقية لهذه السنة يعني راننا فيه مواد مارس راننا عدنا يعني 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 الابجيكتيف ناف ميل اكتار وراننا لحقين هذا المواد مارس 6550 هكتار هذه مسقية ولكن رحي في تطور المشكلة هنا المشكلة عندنا مشكل يعني انتع حفر آبار هناك من خريطين يعني هناك من خريطين فلاحين يحبوا يعني يحفروا آبار ولكن بدون رخصة ما عندهمش رخصة يعني رخصة يعني رخصة حفر آبار رحي يعني تدي وقت وقت طويل باش يعني الفلاح يقدر يحفر بئر ومن بعد عندك يستفيد من الرشاش ويدخل في النظام السقي لهذا الشكل يعني قلت لك هذا السنة 2021 كان فيه دعم ل364 فلاح 364 فلاح منها يعني مساحة مسقية اللي راحة تسقى بالرشاش بالنسبة للحبوب عندنا 5500 هكتار بالنسبة للحبوب ما هي الأكثر المحاصيل التي تنتجها الولاية وتحقق فيها يعني إنتاج معتبر فيما يتعلق بالمحاصيل هل فيها أيضا الانفتاح على المحاصيل أو النعم التي تتوجه إلى المحاصيل التحويلية أو المنتجات التحويلية على مستوى الولاية؟ نعم عدنا أن هذا العام يعني هذا العام بالخصوص عدنا زراعة استراتيجية اللي هي كولزا السلجم الزيتي اللي قامنا بها في وليت سيدب العباس من خاطر عدنا 17 فلاح يعني هذه من صناعات تحويلية 17 فلاح اللي دار الكولزا يعني السلجم الزيتي بمساحة يعني تفوق بيو ستين هكتار ولكن عندنا صناعات أخرى تحويلية مثل الطماطم تانيك زراعة الطماطم لتروح الصناعة التحويلية عندنا القمح بين وعيه هل فيه إنتاج معتبر إنتاج معتبر بأنسير إنتاج معتبر يعني يفوق يعني سنويا يفوق 15 ألف أو 20 ألف قنطار يعني هذه الزراعة اللي تروح التحويلية ليس الطماطم المستهلكة اللي تروح الصناعة التحويلية نعم فيما يتعلق بكونتس تود الحديث أيضا عن أيضا الشعبة مهمة جدا يقضي ربما المحاصيل المتعلقة بالأشجار المثمرة أيضا فيه دعم للفلاح من حيث ربما الأشجار في حد ذاتها من حيث المرافقة للفلاح عن طريق الدعم الذي نتابعه هذه الأيام فيما يتعلق بالمعدات لو نتحدث أيضا عن هذه الشعبة على مستوى ولاية سيدي بالعباز إلى أين وصلت السيد العرج الشعبة الأشجار المثمرة يعني هيتينك عرفت قفزة نوعية في الآوينة الأخيرة ولاية سيدي بالعباز كانت محصورة يعني على شعبة يعني على أشجار الزيتون ولكن الآن يعني عدنا كل أشجار المثمرة يعني مستغلة ومغروسة على مستوى الولاية مثل التفاح مثل الخوخ أشجار الخوخ مثل أشجار المشماش أشجار اللوز يعني كل هذه كل هذه الأشجار أشجار المثمرة ستلقى مرافقة من طرف المدية المصالح في الآحية هنا والدعم يعني هناك دعم خاص لأشجار المثمرة وهو دعم السقي بالقوتاقوت بالتقطير من أجل يقول لك إرشاد ترشيد المياه الجوفية لأنه هي منسوب المياه الجوفية هي في تناقص سنوي كل عام هنا في تناقص منذ ثلاث سنوات أو أربع سنوات أخيرة لهذا راح تلد الدولة إلى الدعم الأشجار المثمرة بالتسقي بالتقطير نعم أين أيضا تكمن المرافقة بالنسبة لهؤلاء لأنه عادة ما للأسف يعني هذه الأشجار تتعرض بعض الأحيان لبعض الأمراض بعض الأحيان أيضا لخسائر بيئية سنأتي لنا تكلم عن مسألة التأمين يعني أين نتكمن المرافقة من طرف مصالحكم لهؤلاء سواء خاصة إذا كانوا شباب يودون الاستثمار في هذا الجارب المتعلق بالأشجار المثمرة سيد العرج مدية مصالف إليحياني ترافق الفلاح في كل الشعب وخاصة شعبة الأشجار المثمرة ترافقهم من حيث أوقات الغرس أو كيفية الغرس لهذه الأشجار أما عن طريق بالنسبة للأمراض هناك مصلحة حماية النباتات حمية النباتات من الأمراض يعني على مستوى المدينية تتنقل على مستوى المستثمارات في الحياة التي تستطمر في الأشجار المثمرة وترافقهم وتشوف هذه الأمراض وتعطيهم كل النصائح والإرشادات نعم ما هي ربما الأشجار المثمرة أو المنتوج التي تعتبر سيد ابن عباس رائدة فيها أو تحقق فيها إنتاج لبأس به تسمعوا لي سيد العرج نعم نعم الأشجار المثمرة ستتمد إنتاج لبأس به لأن هناك استغلال من طرف الفلاحين ومساة المثمرين بشكل لائق يعني يقوم بالتسميد يقوم بالتعشيب يقوم بالحماية حمايتها من الأمراض يعني بالأدوية يعني يكون عنده يكون عنده يعني منتوج جيد ووافر حتى الأشجار المثمرة بالنسبة للولايات سيد ابن عباس أنها إنتاج يغطي الاحتياجات للولاية نعم جميل جدا لو نذهب إلى مسألة أخرى أيضا في الجانب الفلاحي على مستوى ولاية سيد ابن عباس نتكلم عن الجانب الحيواني أيضا خاصة فيما يتعلق بتربية الأغنام لو تضعنا في صورة هذه الشعبة سيد بالنسبة للإنتاج النباتي إنتاج الحيواني يعني إنتاج الحيواني يعني يعاني من جهة يعاني من جهة ومن جهة هناك إنتاج يعني عندنا إنتاج الحيواني عندنا الأبقار عندنا البرودكسيون يعني إنتاج الحليب عندنا تربية الأغنام من أجل إنتاج اللحوم الحمراء وعندنا حتى اللحوم البيضاء بالنسبة للدجاج بالنسبة للإنتاج الحيواني في هذه السنة والأخيرة كنا نعرف أن هناك نقص في الأعلاف ونقص في ارتفاع أسعار الأعلاف أيضا كانت عندنا مبادرة جيدة من طرف فلاحة بولاية سيدب العباس التي دارت استثمار في مجال الأعلاف هو المايز ترانسيلاج المايز ترانسيلاج أعلاف فضرة تستهلك على من نسبة للأبقار من إنتاج الحيواني ولكن يتبقى في تناقص العدد الأغنام في تناقص هذا الشوح الأعلاف والشوح الأمطار وعدم قدرة الفلاحين أو الموالين تكلفة باهدة يقوموا بها لكي يوفروا الأعلاف للأغنام المعظم الأغنام في تناقص هل فيه دعم ربما لوقف هذا النزيف وتخلي أصحاب هذه المهنة عن نشاطهم خاصة فيما يتعلق بتربيتي الأنعام بصفة عامة سواء الأبقار أو الغنم هل فيه دعم هل فيه خرجات ميدانية للاحتكاك بهؤلاء ومحاولة تذليل هذه الصعوبات نعم هناك مرافقة المرافقة من طرف المصالح الفلاحية مرافقة دائمة بالنسبة للفلاحين أو الموالين هي مرافقة دائمة ونخرجوا عندهم ورافقوهم ونعطهم نصائح ولكن هناك دعم في مجال الأعلاف يعني مدى هنا الفلاحين يقوموا اللي عندهم الأبقار الموالين عندهم الأبقار أو الأغنام يكونوا هم يوفروا لنفسهم الأعلاف ونصدوا الأعلاف الخضراء يعني هون قلت لك عدنا فلاحة واحدة على مستوى الدائرة التي قامت به الماسترون سيراج لكي توفر الأعلاف على مستوى المحلي مدى به هذا الاستثمار يكون واسع النطاقة على مستوى الفلاحين آخرين وهناك دعم دعم للدولة في مجال الماسترون سيراج بتوفير يعني رخصة حفر آبار أو شبكة تستقي بالتقطير هناك دعم نعم فيما يتعلق أيضا بإنتاج اللحوم البيضاء أو تربية الدواج وغيرها أيضا هل الولاية تشهد ربما يعني توسع في النشاط أيضا نفسه نفس الواقع يعني فيما يتعلق بتربية الأبقار والأغنام ينعكس على أيضا تربية الدواج تربية الدواجين هناك هناك وحدات يعني هناك فلاحين أو موالين يقوموا بمستمرين خواص يقوموا بتربية الدجاج الدجاج لحم أو دجاج بيض هناك تطور ملحوظ ولكن في السنة الماضية هناك غلاء في الأعلاف وغلاء هناك شوح في الأمطار يعني غلاء في الأعلاف ما يخلاش الموالين أو المربين الدجاج أنهم يقوموا بإنتاج وفير في هذا المجال ولكن نحن متمنين هذا العام يعني عام 2022 يكون عام انطلاقة في كل مجالات بالنسبة للولاية نعم سيد العرس تتحدث عن هذه الشعبة الشعبة التربية للحيوانات بمختلف أنواعها على مسوى الولاية وكأنها تمر بمرحلة صعبة جدا هل فيه يعني الاشتغال على ضرورة يعني نرتقي بهذه المسألة إلى ما هو أفضل خاصة فيما يتعلق بالشباب الذين يودون الاستثمار في هذه المسألة هل ضرورة يعني تشجيحهم على أن يحافظوا على يعني هذه الشعب وضرورة الاستثمار فيها باتصال مع المستثميرين وتشجيحهم على أن يتوطنوا في مثل هذه الأنواع من ربما الشعب سيد العرج والله العظيم أننا نحن في مرافقة دائمة مع هذه المستثميرين وفي تحفيزات دائمة يعني نحفزوهم يعني باشي يكونوا على دوام ومدابين يعني يكون هناك مستثميرين شباب يعني مخرجين جامعات يكونوا في هذا وفي هذا ناطق في هذا القطاع تربية الدواجين أو تربية الأبقار أو تربية الأغنام ولكن هناك صعوبات مناخية يعني بطريقة هناك صعوبات مناخية يعني شح الأمطار التي هي تأثر بطريقة غير مباشرة أو مباشرة في نقص الأعلاف ونقص المنتوج خاصة المنتوج الشعير الذي يضر بطريقة غير مباشرة الإنتاج الحيواني من بينه إنتاج الأغنام أو إنتاج الدجاج نعم لو نتكلم عن مسألة أخرى سيد لعرج ونتكلم عن ولاية سيدة بالعباس كنموذج عصرانة قطاع الفلاحة هل عاد يعني عادة بالمردودية الأفضل على مستوى القطاع فيما يتعلق بتكوين بما يتعلق بالمعداد بما يتعلق بالمرافقة والدعم عصرانة القطاع لأنه في فترة من الفترات ربما كانت الإمكانيات تقليدية نوعا ما ولكن هذا الانفتاح واستغلال التكنولوجيا واستغلال ما وصل إليه العالم على كل حال في هذا الجانب الفلاحي هل عصرانة قطاع الفلاحة الآن على مسوى الولاية انعكس إيجابيا على المردودية والإنتاج نعم عصرانة القطاع الفلاحي هناك عصرانة على المتاوى ومستوى المعدات على مستوى المعدات الزراعية مثل السوموار مثل المواصل السبوتاز هناك برنامج خاص في تجديد بالآلات الحصاد على مستوى المديرية يعني الفلاحين الذين يحوزون على آلات حصاد قادمة يقدروا يدخلوا في برنامج تجديد هذه الآلات وهذا برنامج من برنامج الوزارة من أجل عصرانة القطاع الفلاحي هناك انخيرات كبيرة مثل من طرف الفلاحين في هذه العصرانة من استعمال الطرق الحديثة والتجنب الطرق القادمة مثل عملية الزرع الفلاحين كانوا يزرعوا آلافولي الآن يستعملوا وهذا أصلا داخل عصرانة القطاع الفلاحي بالنسبة للقطاع أيضا الناباتي يعني الحيواني هناك أيضا تلك عصرانة في إنتاج الحليب أو إنتاج اللحوم البيضاء أو إنتاج أيضا البيض هناك أيضا تلك عصرانة في هذا القطاع نعم نعرف جميعا سيد العرج بأنه هاجس الفلاح هو مسألة تسويق المنتوج سواء يعني كان يعني منتوج في أي شعبة كانت أيضا هل تساعدون الفلاح في البحث عن أسواق لربما بيع المنتوج خاصة فيما يتعلق بالحمضيات بما يتعلق ببعض الخضروات حتى يعني كشكل من أشكال دعم بالنسبة للفلاح سيد العرج بالنسبة للتسويق بالنسبة للتسويق يعني في مجال الفلاح أو في مجال الخضروات أو في مجال الإنتاج النباتي يعني في وليس سيد العباس ما عندنا مشكلة التسويق يعني الفلاح أو الموال أو أي مستطمر يقوم بإنتاج أي إنتاج نباتي أو حيواني عنده وين يستوق يعني عن الأسواق بالجملة أو بالتجزئة يعني ليس لديه أي هاجز للتسويق نعم فيه مسألة مهمة أيضا يكثر الحديث عنها عند الفلاح ونعرف أن المصاريح الفلاحية تبدل فيها كل الجهد حتى تخلق هذه الثقافة ثقافة تأمين على المنتوج الفلاحي على مستوى سيد بيل عباس هل فيه خطوات في هذا المجال هل كل الفلاحين عندهم ثقافة تأمين على منتوجاتهم عندما نقول تأمين من مختلف المخاطر سيد العرج بالنسبة لتأمين على المنتوجات أو المحاصيل هناك سيرامة هناك نقاط عدة من أجل تأمين على المحاصيل ولكن الفلاح أول ما ما زال لا يوجد هذه الثقافة الوعي يأمن على المحاصيل تأمين في المحاصيل الكبرى مثل زراعات الحبوب يعني يقوم بتأمين على ضد الحرائق أو ضد الحرائق ولكن في المجالات الأخرى يعني الخضروات أو الأجل الفثمرة ما عندناش توسيع في التأمينات هذه راجع إلى عقلية الفلاح هل فيها أيام تحسيسية توعوية تذهبون فيها إلى الفلاحين خاصا فيما تعليق بالثروة الحيوانية والتأمين عليها من الأمراض أو رحت الأشجر هل فيه تواصل مع الفلاحين لأن المسألة مسألة مهمة وتعود بالفائدة عليهم على القطاع بصفة عامة نعم كل سنة عدنا كل حملة يكون فيها حملات تحسيسية وإرشادية على مستوى كل الضوائر وعلى مستوى كل القطاعات من أجل تحسيس الفلاحين من أجل التأمين أو من أجل القيام بمصر التقني أو كل عدة نقاط على مستوى الولاية نقوم بهذه إرشادات الفلاحية إرشادات الفلاحية على مستوى الإذاعة أو على مستوى لأيام خارجات ميدانية سيرطيرة يعني الفلاح ستوصل لكل المعلومات ولكن يبقى التطبيق نعم توجد مسألة أخرى سيد العرج يعني بالنسبة لبعض الفلاحي الذين يستغلون قطع أراضي ولكن بدون سناد أو بدون وثائق ودائما ما يخافون يعني يشتغلون ولكن دائما هاجس الخوف وعدم الطمأنينة هل فيه تقدم في هذه المسألة في قضية يعني منح رخص الامتياز لاستغلال هذه الأراضي وحل بعض خاصة لأصحاب الذين ينتجون والذين أصبحوا منتجين متعودين على إنتاج نوع معين من المحاصيل الفلاحية بالنسبة بالنسبة لهذه النقطة يعني على كل سنة يعني نواجه هذه النقطة يعني هناك في اللحين يعني ما عندهم سندات أو وثائق ولكن هم منتجين لهذه الأراضي يعني قدموا إنتاج وفير هناك لجنة محلية قام مدير مصالح الفلاحية بتنصيبها في أول سبتمبر من كل سنة يعني تقوم هذه اللجنة بخروج إلى الميدان وخروج عند الفلاح هذا يعني معينة الأرض معينة المنتوج وقيم بمحظر معينة من أجل استخدامه في استخراج البذور أو استخراج الأسميدة أو استخراج كل أو دفع منتوجهم إلى التعاونيات أو كل ما يدور في إنتاج الحبوب يعني من هذا المشكل على مستوى وليت السيد بلعباس ما عندنا حتى فلاح يعني عنده مشكل في إنتاج أو استناد أو في هذا المشكل ولكن يبقى أنها مشكل يعني الأراضي التي نسموها في وليس العباس بأراضي العرش على جنوب بالولاية هذه يعني مع أنهم حتى إسنين نحن نوفقهم ولكن نداء إلى مصالح العقار أنهم يقوموا بمبادرة لتسوية هذه القطاعات لأنه كل عام فيها فيها مشكل مع الفلاحين نعم سيد العرج في كلمة ختامية لربما كل الفلاحين على مستوى سيد بلعباس حتى باب التشجيع على ضرورة الاستثمار والمحافظة على نشاطهم باختصار جاء كليبا ختميا أنه جهني دائل في اللحين وأن الإدارة مفتوحة بالنسبة للمصالح في اللحية اللي وليس بالعباس إن شاء الله ربي هذا العام يكون عام تحدي عام إنتاج وعام خاصة في مجال الحبوب إن شاء الله بالنسبة للقمح الصلب أو القمح اللين أو شعر